تعالى بس نتكلف موضوع بقى ايه؟ انا اشوفه موضوع مهم حبتين احنا كان عندنا نخبلك من كلمة كان كان فعل ماضي سيبه في حاله كان عندنا ازمة في المواني بتاعتنا هي تكدس بضايع الازمة دي حجمها تقريبا 18 مليار دولار امريكي وبعدين تلاقي ان الازمة خلصت وما فيش حاجة في المواني وكله نزل السوق طب كامل ازمة دي يا اخي 18 مليار الله 18 مليار دولار طب انا عندي سؤال لحضرتك بالمنطق لو انا عندي ازمة اسمها ازمة 18 مليار ممثلة في تكدس البضائع في المواني المصرية دي ازمة كبيرة 18 مليار دولة ده رقم ولما رئيس الدولة اللي مؤسساتها اشتغلت على حل الازمة يعد بان الازمة دي تتحل ويوفي بهذا العهد والوعد انا ما بقولكش لا تعمل العقل تعمل العقل وتفكر وتمنطق الاشياء وتسأل وتصر على تلقي الاجوبة بس انا بسألك بالمنطق اللي انا بنصحك بي بقولك لو سمحت خليك منطقي اتحلت بس كده طيب منين سؤال في اكتر من جهة نهاردة بتيجي تقولك هتلاقي تقارير صحفية وما اذا كلك يا ترى هل ترى هي مصر حلة الازمة دي ازاي يجب علينا جميع ان احنا نقعد نفكر يا ترى هل ترى هي مصر حلة الازمة دي ازاي كل اللي اقدر اقوله لك انه عندنا بيانات متاحة عيانا بيانا ان الحكومة المصرية الحكومة هنا لها مجلس الوزراء المصري مع البنك المركزي المصري قدروا انه هم يصيغوا مجموعة من السياسات قدت الى مجموعة سياسات الحكومة البنك المركزي قعدوا مع بعض وازن انها اجتماعات معروفة جدا فانت عندك هنا كله قاعد يشتغل مع بعض علشان نعمل مجموعة سياسات تمكننا من احنا نقدر نوفر 18 مليار وبالتالي تفرج عن كميات ضخمة مهولة من البضائع كانت مكدسة في موانين المصرية من ديسمبر دفات واعلن مجلس الوزراء انه في الفترة من اول فبراير يعني من 1 فبراير ل 18 فبراير تم الافراج عن بضايع بقيمة 3 و 7 من 10 مليار دولار اما الحصيلة الاجمالية للبضائع اللي تم الافراج عنها منذ تفاقم الازمة في اول ديسمبر 2022 فهي الارقام تقريبا تصل الى 18 مليار تقريبا تصل الى 18 مليار تدولة ودولة كبيرة ودولة اقدر اقولك بالفم المليان لأول مرة من سنين تحس ان انت في دولة مؤسسات بجد 8 سنين عدوا انت كل يوم قاعد عمال بتعمل اعادة لبناء وهيكلة مؤسساتك بالكامل انت في دولة مؤسسات حقيقية بتبني سياسات مش قرارات اعتباطية مش تحركات فوضوية اطلاقا بتبني كل اللي انت بتعمله على اساس استراتيجي طويل المدى وبتخلق تكتيكات توصلك للنقطة اللي انت عايزها اللطيف في الموضوع بالمناسبة ان احنا بدأنا ومنحنا الصادرات قاعد عمال بيزيد الحمد لله والشكر لله وبش بس كده لأوا بتحدد انا عايز الصادرات البترولية تبقى كذا الصادرات غير البترولية يا راجل ده انت سددت ديون يا راجل يا بؤمن مش بس كده وخلصت موضوع تكدس البضايع مش بس كده واللي احتياطي النقدي بتاعك ارتفع عمليا الرقم 34 مليار و22 مليون دولار امريكي بنهاية يناير يناير اللي فد 23 طيب يبقى السؤال احنا كنا في نهاية العام 34 احنا عمليين بزيط يعني زدنا 200 مليون انا بزيد ده انا ما بخسش وبسدد التزاماتي وبخلص البضايع وبشجع التصنيع الداخلي التصنيع المحلي وبشجع التصدير طيب من وقت الاعلان عن تخارج شريحة كبيرة من الاموال السخنة من السوق المصري خلال الربع الاول لو تفتكر من العام الماضي مع بداية الحرب احنا في اول 22 يوم 24 فبراير 2022 بدأت الحرب روسيا واوكرانيا اللي حصل على طول انه بدأ المركزي الفيدرالي الامريكي يرفع الفايدة عنده فتبدأ تخرج الاموال السخنة او الهوت مانيا علشان تروح على هذا السوق السوق الامريكي بالنسبة لهم هيكسبوا اكتر فخرجت شريحة كبيرة جدا من هذه الاموال بسبب ارتفاع في اسعار الفايدة السؤال بقى وماذا بعد اقدر اقولك انه الاشارات بتقول ان مصر في طريقها لتغطية فجوة التمويل العجلة مين اللي بيقول الكلام ده يوسف لا طبعا وكلة بلومبرج هي اللي بتقول تستهدف الحكومة المصرية استقطاب تدفقات بحوالي اتنين مليار دولار وهو هدف يرجح ان يتم تحقيقه على ثقة المستثمرين في ان الجنيه المصري لا يوجد اي تدخل من السلطات في تسعيره وانه العوائد على الاوراق المالية المحلية ليست سلبية خالص وانه ولا ما بيحصلش فيها اي تعديل فيما تزال بقى هنا ايه ده كلام بلومبرج انا هقولك الحاجة اللي لنا واللي علينا مصر عندها استهداف 2 مليار بلومبرج بتقولها تقدر تحققهم بس الشهية لازالت فيها شيء من الضعف ده كلام بلومبرج واللي بيقولوه وفقا لمين وفقا لمؤشر الطلب على ازون الخزانة لأجل اتناشر شهر بس جدير بالذكر ان ازون الخزانة عندنا حققت تقريبا حوالي واحد وعشرين وسبعة من عشرة في المية قبلها كانت ستتاشر في المية اذا هناك اقبال حقيقي على هذه الادوات ده معناه ان انت اصبح في عندك قدرة نوعية افضل مما سبق خلال عام اتنين وعشرين على جذب هذه الاموال الساخنة مرة تانية طب يعني لو انت عندك قدرة على او قدرة ما على جذب هذه الاموال الساخنة ولو انت قادر انك انت توفي الـ 18 مليار او قدرت الحمد لله والشكر لله المتعلقين بالبضايع اللي موجودة في المواني وقدرت انك انت تسدد القروض اللي كانت او الاجزاء بتاعت القروض اللي كانت مستحقة عليك ده عندك في البنك المركزي الاربع عوامل دول يساوي هي مش رياضيات حتى ما فيهاش جبر ده حساب حساب بسيط اصبح في عندك قدرة على جذب اموال ساخنة عرفت تتخلص ازمة البضايع بقيمة 18 مليار سددت اللقصات اللي عليك اللي احتياطي بتاعك زاد يساوي ايه انا ما جاوبش عقلك ما هيجاوب